موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات سلسلسلسل على قناة اينشتين مصر الفيديو ده رقم اثنين من فيديوهات الاسئلة على الفيديوهات والفيديو ده هنحل اسئلة ان شاء الله على الفيديو رقم ثمانية بتاع والفيديو رقم عشرة اللي هو تعالوا مع بعض نشوف شوية الاسئلة الاختيارة هم اسئلة بساطة هم اول سؤال عندنا اعطيني بيقول اعطيني جملة عندي انا هبدأ الجملة دي اثر جيمها عندي ده هو عطيني كده معطيات الجملة دي اعطاني كده كمعطيات كبريميس بمعنى صح معنى كده ان هي عطاني ماشي ماشي? انا لو عملت كده di الجملة دي لو عملتها مسلا ماشي انا عملت الجملة دي فردت ان اول عندي اللي هو والكيو عند اللي هو التاني اللي بعد زين. تمام? تمام? وبيقول لي بعد كده كده انا خلصت بتاعة الاول اخر يعني بتاعة جملة بمعنى صاح? طيب انا عندي بيقول لي هنا معناها ان الكيو برضو هي بترو. ماشي? لا البي سوري البي هنا بكيو. لان البي هي اللي بيدل على ايه طيب بيقول لك بعد كده عايزك تسمى بقى بعد كلمة تسمى او زير بيفور كل ده بيجي عندي ايه الكونكلوجين اللي عندي بيقول ايه ماشي طب انا عايز يبقى دي هتنبلاز لايه للكيو يبقى الكونكلوجين عندي المفروض يطلع ايه مفروض يطلع كيو يعني بمعنى صح كده القانون لو جيت اكتبه هيبقى بي ماشي وعندي البي دول الهايبوسوس او اللي عندي دول اللي اعطوهمني بعد كده الكونكلوجين هكتبه من تحت اذا الكيو طيب القانون ده هو قانون ايه اللي بيديك البي امتلايز لكيو والبي وبعد كده تروح عامل لكيو طب تعال نشوف الاول هل الكلام ده صح الاول ايوا الكلام ده صحيح يعني البي عندك هنا بترو فهنا البي هتبقى بترو فلازم الكيو التانية تبقى بترو طيب تمام يبقى الكيو هنا المحصلة او الكونكلوجين بتاع الكلام ده فالقانون المستردم ده او هو هو تيبك القانون ده بتاع ايه ده بتاع المدلس بوننس المدلس بوننس ماشي اللي هو رقم اتنين ده اول سؤال عندنا فعشان كده لازم تكونوا حتى حافظين اه شكل القانون عشان بيجيب لكم زي ما انتم شايفين كده السؤال وبيقول لك القانون ده صيغة الصيغة القانون ده بتاع تابع مين طيب برضو نفس السؤال برضو رقم اتنين بس هنا بصيغة مختلفة لكن هو برضو عايز القانون اللي انت بنستخدمه هنا فيه برضو هنا بيقول لك دي عاطيك استيتتميت عندك فهاقول ان دي عبارة عن البي іمبلايز اللي كيو برضو ماشي ما عنديش حاجة نافي وبهقول كيو على طول مش هقول طب هو عاطني هنا ايه ازة طب يبقى دي معناها ايه написلت الكيو ماشي يبقى أنه انا بقول كده ده اول عندي او لكني يزا عندي ونوتي الكيو ده تاني عندي. طيب. لما ده ايه اللي عندي اللي هو بعد كلمة دي. اللي هي معناها ايه عكس اللي هي نوت البي. ده القانون اللي عندي. طيب القانون اللي هو مع نوت البي ده قانون ايه? ده ماشي? ده اللي هو اول اختيار. اسئلة سهلة جدا يعني. طيب اللغة المستخدمة برضو يعني هو بكررهم عشان برضو تكون عارف كل اللي قدامك. تمام? بيقول لي هنا برضو جملة عندي اهو. نسمع كده زي ما انتم شايفين كده انا ملقتش اي ولا ولا اي حاجة. فكده معناها ايه? معناها ان البي هفرض ان اول واحدة بي. اللي هي اي ناكل اسم يعني. ماشي? ده المفروض بقى عاطيني يعني هو عاطيني واحد اللي هو البي. واعطيني الكونكلوجين اللي عندي. الكونكلوجين اللي عندي اللي هو زير بفور بعد زير بفور على طول اللي هي زي السامر طبعا والقييت اكيد كلمة اهو. يبقى المفروض البي كده. لا مش الكونكلوجين اللي هيطلع منه اللي هو البي. ار مسلا الكيو اللي هي اخر واحدة دي. ار الكيو. طبعا الكلام ده صحيح. وده قانون ايه? قانون لقدشن. الكلام ده صحيح? وقانون ده لا قانون لقدشن. لاني طالما البي بترو فالبي ار كيو اكيد بترو. تمام. السوا الرقم اربعة عندنا. بيقول لي واتزا المستخدمة هنا برضو. يعني هو برضو بيأكد جدا على الحتة بتاعت الروز افنفرنس. طب بيقول لي ماشي ناو زير بفور ماشي طيب. هنا عندي بينهم علامة اند. يبقى كنتي بقولي البي الكيو. كويس خالص. اللي عندي أيه? اللي هوا بي. طيب. يبقى مفروض ده كده. اذن، البي. ده اللي عندي طيب ده قانون ايه? ده قانون السامع فاكاتشان. اللي هو قانون التبسيط بمعنى وهصح. ماشي ولا ممكن يجيب لي هنا الكيو برضو يعني اذا كيو عشان تكونوا عارفين يعني يجيب significant new. هتنفع برضو. لان اصلا ليه مش هتنفع لان اصلا انت عندك التبديئ او بينفع برضو في هنا. فممكن اجيب لك وبعد كده عندي بس طبعا فيه ترتيب للأولويات يعني هي فيها سحاب وبعدها عشان كده هي فتلاقي فيه ترتيب في الأولويات في اللغة الانجليزية احنا مش بنهتم بيه او في اللوجيك هنا. ماشي? فطبعا هنا برضو الكيو بترو برضو البي بكيو عشان لازم في الان عندي لازم الاتنان يكونوا بترو تمام? رقم خمسة عندي رقم خمسة بيقول لي برضو وقت عاطيني هنا برضو يبقى اني اكدني هقول البي ماشي? تعالوا نكتبها كده تحت بس عشان تكونوا في مكان اقول البي ودي اول عندي لغاية لغاية فين لغاية هنا اهو وعاطيني واحدة تاني برضو جملة تانية اللي هي هتبقى ايه? ده كيو. ودي جملة جديدة. اللي بعد زن نفرضها مسلا ار. فهتبقى اي كدني بقول الكيو. لالار. طبعا انتم شفتك الاتنين الهايبوس الدولة المفروض تبقى عارف النتيجة. يعني تعالوا من غير ما نقرى حتى. من غير ما نقرى بعد الزير بيفورة والكونكلوجين. اكد النتيجة هتطلع ايه? من قانون الهايبوسيكال او هتطلع طبعا البي امبلايز لكيو. البي امبلايز للار سوري. عشان انا بشطب الكيو مع الكيو. فهنا تعال نشوف كده نترجمها هتلاقي ان كلمة بتاعت البيها هي موجودة. من غير اي نفي ولا اي حاجة. بعد كده زن اللي هي بتاعت الار. فهي طبعا ايه الحل هيبقى ايه? اللي هو قانون معنى اصلا. تمام? السؤال رقم 6 عندنا بيقول لي واتزا اللي بتستخدم عشان دي. برضو هنا برضو بس هنا جايب لي صيغة مختلفة بقى. هنا جايب لي ايه? جايب لي اللي هو طيب تعال نشوف كده اللي هو هكتبها كده. ماشي? ماشي? فور انا عملت وعملت عادي جدا زي ما انت كنت بتدي الرمز عندك فوق البروبوزيشن. انت هنا هتدي رمز لان طبعا طبعا فيه يبقى لازم يكون فيه لو مش موجودة عشان تتظل لازم تدي قيمة للبروبوزيشن لازم تدي قيمة للبروبوزيشن. ماشي? احنا قلنا الكلام ده طبعا وقديني بعيده تاني يعني. تمام جدا. طيب هنا بيقول لي اه اه انا ترجمت اول الجزئية دي اللي هو اول ماشي? هاستيكن بقى اللي هو امبلايز. هتبقى امبلايز. هاستيكن اكورس ان فيزيكس. امبلايز مسلا الام. ماشي? نعملها امبلايز مسلا فيزيكس مسلا طبعا احنا عملنا دي بي. ماشي نعمل دي اس مسلا ودي بي. اللي هو البي اوف اكس. ماشي? كده ونعمل قوس كبير علشان تبقى فور اول مسكة كل الخوص. ماشي? يبقى هنا ده طرق ما هو ستودنت انزيس كلاس. يبقى ده بيؤدي ان هو هاستيكن اه كورس ان فيزيكس. ماشي? جاي بقى حدد لي الجملة. هتطل لك كلمة ماري هنا. ماشي? ماري? ماري بيقول لك ستودنت انزيس كلاس. ده امبلايز ايه? يعني هو عطاكي معنى صحي كده. اللي هو الاس وفي ماري. اللي هو الاس وفي ام. ماشي? مفروض ده امبلايز ازا ان البي. البي اوف ماري. بس ادي الكونكولوجين اللي عندي. اللي هو ماري هستيكن كورس ان فيزيكس. ماشي? طب الحل هنا هيكون ايه? الحل هنا هيكون الـ universal initiated. ان ده قانون الـ universal initiated. اللي هو الـ Ui عندنا. ليه الـ Ui? لان انت هنا شيلت الـ universal. شيلت الـ universal كونتفارز وشيلت ال انا عايز احلها لكم ماشي دقيقة بس. هتشيل الونيفورسال كونتفارز وتعود عن الاس فهتقول الاس اف ام هنتهور عن الاكس سوري. اس اف ام امبلايز للبي اف ام. ده قانون طبعا بقانون طبعا الونيفورسال اليو اي. ماشي وعند الاس اف ام. ماشي? وباستخدام طبعا المدرس بوننس هاحزف دي واحزف دي. فتقعد لعند البي اف اهو. انا استخدمت ايه? قانون في اه في اه انا استخدمت طبعا اليو اي. تمام كده? تمام? ده السعر رقم ستة. نركز في اشان ساعات كده بطلق بطلق بطمو معها يعني. انا دايما كده في اه طالما شيلت الكونتفارز فتبعه طالما شيلت الكونتفارز اه طالما حشتها كده. فانا كده عملت ايه? اليو اي. استخدمت اليو اي. اللي هو لكن طالما حطيت لو انا ما كانش عندي لو كان عندي مسلا قيمة اللي هو زي المسال ده ماري. لو كان عندي قيمة وبعد كده روح تشلتها وعممتها. عملتها فور اول اكس. فانا هنا اللي هو اليو جي. وبنفس الكيفية في القانون الاكزيس. تمام? ايه تكون وضعت كده تنحسب بس نرجع بس الكلام ده ونشوف سعر رقم سبع. سعر رقم سبع هنا بيقول لي ايه? بيقول لي اللي بتقول مستخدمة يعني. طيب انا عندي هنا اكني بقول او اه لا ايزر كراود او ماشي. طيب اكوا. هقول البي. ماشي. او عاطيني برضو التانية اللي هو انا فرضتها ايه? كوردر 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 اهو. انا فرض دي بي. ماشي? دي الحقيق الجزئية دي بي. الجزئية دي. ماشي? معناها ايه هنا? معناها ايه? معناها نوت الكيو. نوت البي سوري. لان البي عندي هنا كوردر. ماشي? اهو. البي هنا فرضتها كوردر وهنا عطاني ايه? طيب. دي بقى يبقى ايه? ايه? اهو. اللي هو ايه اصلا? اللي هو الكيو. تمام? طيب. معنا لو عندي هنا. النوت البي بترو. معناها ان البي بفولس. فلازم الكيو تبقى بترو. لازم الكيو تبقى بترو عشان يشستيت ما انتجي تكون بترو. فايزا الكيو. طيب القانون ده قانون ايه? ده قانون طبعا ايه? قانون ايه? قانون ايه? اللي هو رقم سين. لنا طالما طالما عندي الور هنا يعني شفتوها اكيد ده من اسمه كده. تمام? يعني ياردت يعني القانون القوانين تكونوا عارفينها. تمام جدا. البريمسس بقى دي بدأ يديني صغة مختلفة من الاسئلة. بيقول لي بقى البريمسس دي او المعطيات او الهايبوسوس اللي قدامك دي اللي هو البي اند كيو اور الار اه اند عندك البريمسس بيعطيك تو بريمسس ماشي? بيقول لك ايه? عايزك لطلع له هو ايه? الكونكولوجين عندك. طيب تعالوا احنا كده نروح على البورد عشان الجزئيه دي طويلة شويتين كده. اهو. نشوف هنا هو هنا عاطيني ايه في السؤال? السؤال هنا بيقول لي البي اند كيو. البي اند كيو. ده اول اه لا. البي اند كيو اور الار. كده. اور الار. ده اول هايبوسوس عندي. ماشي? المفروض ده يطلع لك ايه بقى? طبعا ده هتستخدم وتبدأ تشتغل بعد. طيب تعالوا كده نوضح الدنيا الاول. اول حاجة هعملها ماشي? لما تلاقي الكلام ده قدامك ان انت هتبدأ تختصر. هتبدأ تختصر ازاي? يعني هقول لكم ازاي? اول حاجة انا هوزع الار. ماشي? فهقول البي انا بقى نمسك اول واحدة. البي اور الار. ماشي? كده. عندي ايه? البي لا سوري. كيو اور الار. كيو عندي هنا. كيو اور الار. انا استخدمت قانون التوزيع اللي عندي في الكوفلنس رو. اللي خدناه في اللوجيك. وزعت الار. وزعت الار هاو كده على الكيو. وزعت الار على البي. حلوة جدا. طيب انا عندي كده اكدني الهايبس ده هاخده الواحدة. ماشي? الهايبس ده والبنونس ده هاخده الواحدة. هستمتج ايه? انا عندي اند. عشان تكون اند والستيتمت دي كلها تكون بترو. لازم ان القوس ده يكون بترو. القوس ده يكون بترو. يبقى ازا. يبقى انا هستنتج البي اور الار. وازا. وازا برضو الكيو اور ار. يعني المسال حلو. هخليكم تفكروا زي تقدروا تستنتجوا الحاجات. يعني احنا. يعني انا لها وزعت هنا. وزعت هنا لان انا اول هايبس كده بالمنظر ده انا مش هقدر استفيد بيه حاجة حاليا. مش هقدر استفيد بيه حاجة حاليا. فعشان ابسط هلقوا ممكن فيه طريقة تاني. ممكن نفك الهايبس ده. ماشي? في كزا طريقة للحل. بس اهم حاجة في الاخر ان انت توصل للمحصلة والكونكلوجين المعينة اللي هو الصحيحة يعني. تبقى? يبقى انا استنتجت ان البي اور الار بترو والكيو اور الار بترو. طيب. تعالوا كده. نفك التانية اللي هو اللي عندي الار امبلايس دل اس. الار امبلايس دل اس افقوا لو فكتها. نعمل شرطة كده. بس مش عايز عشان بتفهموش ان هو يعني كونكلوجين نعمل الشرطة مختلفة كده. هتبقى الار امبلايس دل اس هتبقى نوت الار اور الاس. طيب. نوت الار اور الاس. هاخدها مع ايه? ايه الجملة اللي انا قدر اخدها معها هنا? اخدها مع البي اوف ار مسلا. البي اور الار. طيب. البي اور الار. ماشي? بالجملة اللي قدامكم دي. طب تعالوا احنا كده عشان ابسطها لكم وتفهموها. انا انا ليه حولت ان انا هنا? انا ليه حولت دي هنا? عشان تحطوهم جنبه بعض. انتو تقول اور و اور. فواحد يقول لي هشطب النوت الار مع الار. كلام كلام سليم. وده طبعا بالقانون. فهيبقى فاضل عندي ايه? البي اور الاس. طيب واحد تاني بقى هيقول لي ايه? يعني هو حل الحل السليم هيبقى البي وفايس يعني. ماشي? ده الحل الصحيح. طيب. واحد تاني هيقول لي ايه? انا اسيب الار امبلايس دل اس زي ما هي. الار امبلايس دل اس زي ما هي. وهاخد البي اور الار. ماشي? هاخد البي اور الار. طب ليه انا ماخدش الكيور الار? لان هنا عندي لو انت لاحظت في الاختيارات يعني هو طبعا الاجابة هنا طلعناها البي اور الاس. فلو في عندك الاجابة كيور الاس. لو كان في عندي الاجابة كيور الاس كنت هتاخد التاني. فهمين الفكرة كنت هتاخد اللي هي كيور الار كنت هتاخدها. لكن طبعا مش موجودة عندي فطبعا انا هشطبها مش هستخدمها خلاص طبعا مش موجودة في الاختيارات يعني. طيب. هحول انا البي دي البي اه اه اول الار هحولها هتبقى نوت البي ماشي. بس دي اطريقة معقدة. لكن طبعا الطريقة السهلة هنا وبالقانون هتطلح على كفدائية. كلام بقول لكم كل الطرق المحتمل عشان برضو لو حد فكر فيها ما يغلطش فيها. تبقى نوت البي امبلايز للار. فهتبقى نوت البي عندك للار. طيب انت في المنظر ده هتستخدم ايه بقى? هتستخدم ايه عشان تطلع دي? هتروح شاعة واحدة يقولي شاطب دي وشاطب دي طيب. كلام سليم. صحيح ده بالقانون. القانون بتاع اللي هو طيب يبقى كده انا وصلت الناوت البي امبلايز للس. هتضور في الاختيارات مش هتلاقي الناوت البي امبلايز للس. ولكن هتلاقي ايه? لو فكتها بقى. لو فكتها وحولتها الار. هتبقى البي اورلس. اللي هي طلعت هي هي عندك لو. اللي هي نوت البي اورلس. او. هي هي هي. بس انت انا ما عليك اللي انت لفيت لفة الدنيا. عشان تجيبه. بس كده. هتمنعني تكون واضحة السؤال اللي زي كده وازاي تطلع الكونكلوجين برضه عشان ما تلغبطش يعني. اهم حاجة ان انت تعرف القوانون برضو عشان بتستخدمهم ساعات. واكيد هتستخدمهم في اغلب الاحيان يعني في اغلب الكونكلوجين والروزوف انفرنس. هنستخدمهم يعني. تمام جدا. نروح بقى نكمل. السعر رقم تسع عندنا. السعر رقم تسع بقى 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 زي رولزوف انفرنس المستخدمة في برضو. هنارجع اللي تاني بقى بقى القوانين بتاعة الروزوف انفرنس. طيب. هنا عندي ادي جملة ادي الاول عندي هفرض ان هو بي مسلا اهو. نفرض افوه كده. ماشي. وعندي برضو هنا اهو. بقى عندي كيو برضو. ادي كيو عندي اهو. يبقى كن يعطيني بيو كده. اكتبع كده. البي عندي هنا اول هيقصص بترو. والكيو عندي اللي هو التاني بترو. طيب. بعد كده هيجمعهم بينهم بينهم عملية اند. اللي هو بي يعني. طب ده طبعا القانون ايه? القانون الكونجاكشن. اهو. اللي هو قانون اللي انت يبقى عندك طالما الاتنين بترو يبقى اكيد بتاعهم او بتاعهم هو برضو التاني بترو. ده السعر رقم تسع. تمام. السعر رقم عشرة بقى. السعر رقم عشرة بقى جايباني هنا بصغة مختلفة شوية يعني. هي الصغة دي اصلا يعتبر يعني ان هو جايباني زي زي اها زي الصغة رقم تمانية عندنا لو شفتوها هنا. الصغة رقم تمانية هو اللي هو كان بي. بس هنا جايب لك البروبوزيشن على هيئة حروف. ماشي. وعايز تضلع الكونكلوجيون. فالسعر رقم عشرة هنا قال لا انا ما هجيب لكش البروبوزيشن على هيئة حروف وسهلها لك. انا عايزك انت اللي تعمل للحروف وتعمل للفورماليزيشن. فجايب عليك على عاية جملة بالانجليزي. وانت طبعا هتحولها تاني بقى لللوجيك والاوبوريتورز بتاعة اللوجيك. ماشي. وبعد كده تبدأ تستانتج منها الكونكلوجيون باللوجيك. وبعد نستانتج الكونكلوجيون. هتحوله تاني الانجليش عشان تقدر تستانتج ايه? اللي عندك اللي هو بالاختيارات كلها بالانجليش. بالانجليش. فهزم تستانتج الكونكلوجيون بالانجليش بعد كده. في واحد تاني برضه بمخه كده يقرأ الجملتان ويجيبها على طول. بس انا يلاقيه وحبس يعني الطريقة دي. لان الطريقة دي يعني ساعدت كده بتلغبط فيها. ساعد بيكون في لعبة في الالفاظ في اللغة الانجليزية بمعنى صح فتلاقيك ان انت لغبط يعني. تعالوا بترجمها كده. انا اكدني عنده دي بي. اول علامة دي عشان برضه تكونوا عارفين. علامة دي معنى ان ده ده اتش واحد بده اتش اتنين. ماشي? عشان تكونوا عارفين اقول لها عطها لكم بين علامتين تنصيص. طيب. وهي دي معنى الكيو. لأ. دي معناها ايه. استنى كده ده انا عندي هنا نوت. فعملها بيورNO. الكيو. عشان عملها عشان اعمل دي كيو يعني. قول ايه بقى? قولrese. الار. ان دي بروبوجيشن تاني. البروبوزيشن دات اللي هو الراجا ده بلايينك تشيز فلأ ده بروزيشن تانية مش ملناش دعا بيها. تمام? طب بقى انا كده عند الهايبوزيز اللي عندي ايه? البي البي اور. نوت الكيو. حلو كده. والكيو اور الار. حلو. انا هستنتج ايه هو من كلام ده ايه? انا طبعا اهتمام عندي هاو. الاور هنا والاور هنا الاوبوريتر متشابهة. والاوبوريتر هنا اور اور هنا. من القانون طبعا هشتب النوت الكيو مع الكيو. هيبقى عندي ايه? هيبقى فاضل عندي البي اور الار. بس ده الكونكلوجين ان انا بستنتجه عندي من هنا. اه. ده الكونكلوجين ان انا بستنتجه. طب تعالوا رجعوا كده بالانجلش تاني. البي عندي اللي هو اول جملة اول اول البروبوزيشن عندي اهو. يبقى المفروض ادور كده. يبقى لا. يبقى دي غلط. دي غلط. دي ممكن. دي ممكن. هنا بيقول لي and. وانا هنا عم الكونكلوجين عندي اور. يبقى التغيرات يبقى اكيد من غير ما يكمل اللي دي هي الصحة. وطبعا ان هي راجع بلينج تشيز دي لو بيلعب الشترنج اللي هي البروبوزيشن بتاعة ار يعني. تمام? كده احنا خلصنا الجزء بتاع الاسئلة بتاع الروز يعني. تمام? نبدأ بقى نخش على الجزء اللي هو بتاع ايه اللي هو الفيديو رقم عشر. بس قبل ما ندخل الاسئلة على عايز بس نرجع على كم جزئية بس في عندنا. ننزل بس كده. بس كده تمام. انا هنا عندي زي ما انا قلت في فيديو رقم عشرة بينقسمه لجزئين. ماشي? اللي هو الاندكتف او وده هناخده في الفيديو رقم احداشر اللي هو الماسماتيكا الاندكتف بعد بعد بروف ميسود على طول. وعندي الديدكتف. الديدكتف بقى اللي انا شرحته في الفيديو رقم عشرة. ده اللي انا شرحته في الفيديو رقم عشرة. لكن الاستقراء او الاندكتف بروف ده او الماسماتيكا الاندكتف معنى صح ده في الفيديو رقم احداشر. اللي بعده على طول. ماشي? خلينا بس احنا كده هنحل على فيديو رقم عشرة فهنحل على الـ deductive proof يعني مثل. فانا قلتلكم ان عندي فيه direct proof و indirect proof. الـ indirect proof انا عندي مثلا counter اه. اللي هو الـ contrapositive. مثل طريقة الـ contrapositive وعندي الـ contraduction methods برضو. وفي عندي حاجة اسمها trying methods والكاونتر example مثل يعني. ده المثلج اللي عندي اللي بحل بيها بالـ indirect proof. لكن الـ direct proof طبعا اللي هي العادي كنت بحلها بالـ بي ام بلاس دي كيو عادية. بس فانا حبيت بس اقول لكم على الجزئية دي عشان برضو ممكن تعب لنا في العسئلة. ده اول ملحوظة عايز اقولها لكم. تمام. نمسح بس دي كده. تمام? ونطلع لفوق كده عشان نباين الدنيا. تعال. عندي هنا بقى في حاجة اسمها الـ وده حاجات مهمة برضو عشان هي موجودة في العسئلة اللي هو الترفل بروف. ممكن انا ما ذكرتهاش بالفيديو. والـ vacuos proof. الـ vacuos proof والترفل بروف. طيب ايه الترفل بروف او ايه الـ vacuos proof ده? او الاسبات بالـ vacuos والاسبات بالترفل. طبعا عشان برضو ما نلغبطش من الدنيا وما نعكش يعني وتنسوهش. بالمختصر المفيد كده. الـ vacuos proof. اهو نبدأ بالـ vacuos مثلا الاول. اللي هو ده. اهو. هبدأ بالاول. ده كده معناه اللي هو ملهوش معنى بمعنى صح. ملهوش معنى. بس هو احدى طرق يعني. طب انت هنا بتعمل ايه في الـ vacuos proof؟ بالمختصر بتاع الكلام ده كله. عشان ما نعودش نقرأه. انت هنا انت بتثبت بتثبت نوت الـ b. نوت الـ b. بتثبت عكس المعطيات او عكس اللي عندك. انت بتثبت عكس الـ hybuses او الـ bremses. ازاي ان واحد يقول لي ازاي مش هو بيدينا معطيات بترو؟ طب لو هو عصاك معطيات بترو. ماشي? وانت اثبتها ان هي غلط. ركزوا معايا عشان انت تفهموا. طبعا انا هزبت الـ b اللي هو عكس المعطيات. يعني اثبتها الواحدية. ماشي? تمام. معناها ايه هنا ان انا اثبت ان نوت الـ b بالترو. انا اثبت ان نوت الـ b هي الصحيحة. يعني معناها ان الـ b عندي هي اللي بفولس. انا اثبت الكلام ده. ده هو طريقة اه بروف يعني. ده لحدة الطرق طبعا هو كل طريقة ممكن احل بيها عادي تطلع معي الحل صح. لكن ساعة هو يقول لك حل باستخدام طريقة الفاكس بروف الترفل بروف الان ديريكت بروف هو يحدد لك. لكن لو ما حدد لكش عادي انت براحتك يعني. تمام? فالـ b عندي بفولس. يبقى انا عندي المفروض الفولس للكيو. طب ما هنا الكيو. الكيو لازم لازم تكون بايه? الكيو لازم لازم تكون ايه? تكون بترو. فاهمين الفكرة? انا حتى في الجدول بتاع الامبلايز. لما سامت الجدول كده. اهو. بنرجع بس كده سعاني. قلت كده ان انا عندي الـاد الـ b واد الـ q واد الـ b امبلايز للكيو عندي. قلت هنا هاوعك تبك الحالات اللي تعني. الليها الحالات اللي بتطلع عندي. اهو true true true. طب انا عندي بفولس. يبقى الكيو لازم تكون بترو. الكيو لازم تكون بترو. طيب البي بفولس. فولس. ترو. دي الحالات اللي عندي بتطلع ايه? بتطلع ترو عندي. لكن لما تبقى البي بترو. والكيوب بفولس. دي عتطلع لي فالكلام ده غلط. فالفاكيز بروف انا عندي انا قلت لك ان في الحالة دي. ان هو البي عندي بفولس. ماشي? وانت عايز تثبت ان النتيجة اللي هو الكيو ده. الكيو ده ان هو بترو. يبقى هاخد دي. هو الكيو بترو. علشان في الاخر ان الكلام ده يبقى بترو. واحدة هيقول ليه ما اخدتش الفولس. لأ ما انت كده يعني هتثبت ان النتيجة غلط. لأ. لكن هي بجدول اصلا. ماشي? كده بجدول انا لو عندي البي بفولس. فعنا كده متأكد يقينا 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 مية في المية ان الكيو بترو. انا لو عندي البي بفولس. ماشي? والبي كانت للكيو. فيقينا انا عارف ان طالما البي بفولس فيقينا انا عارف ان الكيو هي برضو بترو. هي البردو بترو. يقينا كده. وممكن تكون بفولس لكن هي انا يقينا هنا عارف ان هي بترو. تصلح ان هي تكون بترو ولا لا. عشان هتطلع لترو برضو. فهي صحيحة ان هي بتروح هنا. تمام? غضحت الفاكس بروف. تمام جدا. نمسح كده عشان ناخد التيرفل بروف. ده هو التسبات المنروحش قيمة بمعنى صحيح ان انت بتثبت ان نوت البين عكس المواطقات عندك غلط. وبتثبت النتيجة صح. هي بايولوجك كده بجدول يعني. تمام جدا. التيرفل بروف بقى. التيرفل بروف بيقول لي ايه بقى? انت هنا بتثبت بروف اهو في التيرفل انا باخد الكkeit مع التيرفل بروف. انت هنا بتثبت بقى doubt. لحظة الفرق ايه يعنى بين الاتنين. يعطب غلط عكس بعض يعطب. انا هنا باثبت الكيو باي اتسلف. انا باثبت الكيو باي اتسلف. حلو جدا. يعني ايه تثبت الكيو باي اتسلف دي? انا باثبت الكونكوروجيان اللي عندي او الريزلت اللي عندي. لوحدها. انا باثبتها باثبتها لوحدها كده ان هي تيرو. طيب انا هستفيد ايه من اللي انا كنت لاسمه هنا. يعني اني ما كنت مسحته. اهو. كده كده حالات اللي بتطلع عندي ايه? اهو كده. اقول لك البي الكيو والبي انا عايز اطلع هنا زي ما قلت هنا مفروض تبقى بالترو. اه تبقى فولس فولس. انه بحدد قيمة على حسب البي عشان بردو لما تملق الجدول تملق بطريقة صحيحة. لما تبقى دي بفولس برضو لازم دي تبقى بترو. اهو. لما يبقى عندي البي البي عندي بترو اهو الكيو انا اثبت تانية بترو. انا اثبت ان الكيو عندي ده طريقة الترفل برو. ان انت تثبت ان البي الستثمنت ده تروع عن طريق ان انت تثبت بس. اهو. يعني معنى صحة ان اثبت ان الكيو هي اللي بترو يعني عندي في دي ودي. ماشي يبقى في الحالتنا هتطلع لك ايه? هتطلع لترو. طب لو اثبت ان البي بقى او نوت البي. يبقى لازم تاخد ان الكيو بفولس هي التاني عشان تطلع لك ايه? برضو لكن انت هنا هتسيب البي زي ما هي. اه البي زي ما هي بترو البي زي ما هي بترو. اهو. والمفروض ان انت اثبت ان الـ Q برضو هي التانية بالـ true الـ B انا عندي زي ما هي في المعطيات ما مجدش جنبها زي ما هو عطاني في المعطيات بالـ true لكن انا اثبت بقى ما اثبتش حاجة ما اثبتش الـ B لا انا اثبت الـ Q نفسها اثبت ان الـ Q هي اللي بتـ true طيب true and true true and plus the true فالكلام ده صحيح فانت كده اثبت بالـ ماشي؟ هتبان في الاسئلة برضو اكتر الـ 2 دولار بس اعطيتكم نوبز عنه عشان انكم متكلمش عنهم في الفيديو تمام كده؟ تمام نشوف بقى رقم 11 ده رقم 11 بيقول لي بقى ان هو هنا تشوفوا صغط الحل او طريقة الحل في الـ proof message برضو عشان ده هي طريقة مختلفة عن بقى الاسئلة لازم تتعود على الحل في الـ proof message عشان تكون عارف يعني تحل تمام اول رقم 11 اول مسألة عندي في الـ proof message اللي بيقول لي اللي هو معناها ايه ده؟ هنا اعطي هنا ان هي الـ طبعا دي مش بروبوزيشن دي عندي هنا دي بريديكيت احنا هتراجع دينا بالحل قديمة وبكرر تاني دي هنا عندي مش بروبوزيشن فمقدرش يسميها بي بس كده لا هي هتبقى بي اوف ان البي اوف ان وهو اعطها لك اصلا في السؤال اهو ان هو حيث ان البي لو ما عطلها لكش برضو انت لازم تكون عارف من نفسك ان دي مش بروبوزيشن دي بريديكيت ليه؟ اللي دي انت تقدر تجاوب عليها هل الان ده طب انت هاش عرفنا الان ده كام عشان اقول له كيس ولا نو فهادي الفكرة فهتبقى هنا بي اوف ان طيب اف زين اف زين اهسكوير بقى هو اعطالك ان هي كيو اوف ان فطبعنف bi احنا بقى المفروض ان احنا نسبت ايه؟ انت في الروف نفسك اصلا في vestường times دائما اكده ان احنا فيル broov كمنا بنسبت ايه؟ او الımıكانيزمي بتاع البروف كنا دائما بنسبت ان كول لكل الاعدادريد ان فور ال ان في البروف يعني كنا بنسبت فور اللي ان الجملةدمis btw SaaS forall ايه? نفروض ان احنا نسبة الايه? اللي هو ده اللي احنا كنت بنسبتهم. احنا لكوناش بنسبة وكوناش بنسبة العكس طبعا. فاهمين الفكرة? بس وكمان احنا ساعت كنت بنسبة العكس برضه عشان تكونوا فاهمين. بس هنا اكد عليها في قال لي في ال دايركت بروف. لكن في ال دايركت والكنترا بوزوتيف والكنترا كن ساعت بنستخدم العكس. ماشي? لكن هنا اكد علي هو قال لي يعني زي ما هي. البي وهنا يعني ادي اوي سؤال وسهل يعني اظن تمام السؤال رقم اتناشر عندي سؤال رقم اتناشر بيقول لي يعني ايه اللي هو اثبات عدم صحة المثال اثبات عدم الصحة يعني ايه العدم الصحة ساعتها لما قلتلك لو وفاكرين هي دي جي حتة جديدة شوية في في الفيديو بتاع قول تانا لاني يعني بيبقى يعني بيكون عدم صحته بيتبين عدم صحته يعني بيكون معنى صح امتى بيكون لما لاقي فهو بنفسي الكايفية هنا عشان عشان بص والبروف اصلا انت دايما كده لما بتكون بتاتي بيضبط نظرية يعني بيضبط نظرية انا بقول حتى في تعريف آآ خدنا تعريف في الفيديو اللي في قد بتعروزه في أنا قلت تعريف مش اللي السيتمنت سوري اللي هو السيريام النظرية انا قلتلك السيريام امتى بقولي ان على الحاجة دي نظرية لما تبقى فور اول الاعداد او فور اول الدمين او لكل الاعداد اللي موجود عندك فاليونيفرسال صحيحة وسعتها قلت مسال ان ازي مسلا مسلس اا نظرية اقليقية في سغورس. فنظريت في صغورتس المفروض ان هي تستخدم اجربها على كل المسلسات القائمة كل ايه المسلسات القائمة فلو لقيت ان فيه مسلس عندي قائم وطلعت معي غلط او هيفت حتى في شعرايا في سنتي كده فلا ففي الحالة دي هتبقى ايه هتبقى غلط يبقى انا لقيت كونتر اكزامبل بمعنى صح انا لقيت مثال عددي يطلع لي ان الجملة دي غلط ماشي فالديسبروفو في استيتمنت انا بستخدم طبعا الكونتر اكزامبل رب تكون واضحة الجوزية دي عشان نحط دي جديدة برضا تمام السوار رقم 13 عندي السوار رقم 13 بيقول لي little statement طبعا اهو وعطيك predicate زي اللي فاتت طبعا زي رقم 11 تقريبا زيها بالزبط تقريبا كده فهتبقى الحل هنا بس هو اعايز هنا ايه بالcontrapositive فلما اقول البي of n implies للq of n لو عايز اسبت دي اعطي بالcontrapositive طبعا هنا فيه free for all يبقى هاقول عكسة اللي هي notal q implies the notal b of n ده الcontrapositive ماشي contraposition position صوري مش contrapositive contraposition ما نلغبطش يا جدعان contraposition هنا notal b لا هنا البي رجع بس كده notal b of n اللي هو العكس بمعنى صح طيب ده هادا فين في السؤال ده طبعا هحط هنا for all عشان منسي تكتبها for all in طبعا اللي هو طبعا رقم دي اللي هو نفي نفي وهبدل الاماك تمام ده contraposition عندي طيب وان انت يعني بتكون وبرضو البي بفولس نبكس في الحتة دي البي عندي بفولس وماشي البي عندي بفولس معناها ايه اللي هي notal b لسه ايلنها في البورد يعني انا اثبت نوت البي اثبت خطأ المعطيات يبقى طبعا استخدمت ايه الفاكيوس بروف الفاكيوس بروف لسه انا متكلم عنها طيب اه امبروفمي طبعا اللي هو جزر خمسة is irrational number او irrational عدد غير نسبي معنا صح فاهمين الفكرة تمام فاحنا طبعا هنبدأ بفرض او assuming ان الجزر خمسة لو كنت فاكرين كنا بناخد بناخد في الماس وال تقريبا ان بيقول لك هو كان سؤال اصلا بيقول لك اثبت لي ان الجزر اثنين is irrational فكنا بنفرض العكس كنا دايما بنفرض خليه هو ماشي ونروح هل احنا بنقدر نكتبه على هيئة البي البي على كيو عشان نقول ان هو راشونال فهتلاقي ان هو انت مش بقدر تكتبه فانت طالما فردت العكس واستخدمت ايه اكيد ان انت استخدمت البي اللي هو انت فردت العكس واستخدمت طيب رقم ستاشر بقى رقم ستاشر هنا بيقول لي اللي هو يعني بياخد كل الحالات المحتملة عشان يثبت النظرية بتاعتي ده برا عن ايه اللي هو اللي هو المنهك بالنسبة لي ان مسلا لما اقول لك ان البي اثبت لي ان فانت هتروح تقول لي مسلا البي واحد البي واحد ده بتروح تثبت لي ان ده بتروح بعد كده اثنين والتلاتة وهكذا ده ده منهك عشان كده حتى محدش بيحل بيه اصله بس ده الديفنيشن بتاعه اللي هو رقم سبعتاشر بقى بيقول لي اللي هو مش صحيح يعني اني واحدة بقى مش فالد عندي هنا طبعا هنا دي فالد اللي هو تلاتة زائد اه تلاتة ده اللي هو طبعا ايفن وهنا برضو ده طبعا ادني اثبت انه هو اله اللي هو اثنين ام اثنين ام زائد واحد اثنين ام زائد واحد هنا زائد هاخد الاثنين عامل المشترك هطلع عندي اللي في القوز ده ايفن فانا قدرت اكتبها على هية مسلا فده ايه في الحالة دي ده ايفن تمام ليبقى هل اول منشن؟ لا طبعا هيبقى الحل هنا عندي رقم ولا واحدة منهم مش فالد تمام اه رقم تمنتاشر بيقول لي بقى البروف اللي هو بياخد كل الحالات اللي هو بياخد كل الحالات عندك الكل ويغطيها يعني يعود بكل الحالات ده ايه؟ ده ده الديفنيشن بتاع بالحالات ان انت بتاخد الحالة دي تروح معوض بيها وهكذا وهكذا فعلمين الفكرة فده تمام رقم تساعتاشر عندنا رقم تساعتاشر البروف بقى اللي هو لما اقول لك البي ان بلاس لكيو ده بترو ماشي؟ بيعتمد على ان الكيو هي اللي بترو زي ما اقولت وشرحت على البورد اللي هي ده اصلا بتاع الترفل بروف استعتها قلت ان في انا باخد النات البي هي اللي بعتمد على نوت الدي هي اللي بترو لكن في الحالة دي بعتمد على الكيو اللي هي بترو فده الترفل بروف ماشي ده الديفنيشن بتاع الترفل بروف طيب الرقم عشرين هنا اخر واحدة السيريام اللي هي بتستخدم عشان تروف يعني استخدمها عشان بروف سيريام تانية لكن دي اول واحدة في في فيديو بتاع الماسماتيكال ريزننج طبعا هي الايجابة هنا هتكون الليمة لان هي عبارة عن ايه عبارة عن بري بري سيرم انا باستخدمها بري سيرم باستخدمها عشان اثبت بروف تانية فدي ايه بتاع ايه بتاع البري سيرم بس وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى ايه الفيديو تكون عجبكم وتنسوش لو الفيديو عجبكم وضغطوا لايك الفيديو وسبسكرايب في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة